السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معلومة على السريع لأي حد صاحب ايسميكر أو عنده ايسميكر خاصة المركة مشكلة في ضعف حبة التلج ضعف التلج اللي بينزل من ال ايسميكر بيكون سببه نقص المياه ليس مياه داخله لكن الكمياء اللي داخله بسيطة جدا فانت هتعمل ايه بحاجة بسيطة يعني اولا في مبدئيا يعني دائما يكون عندك فلتر هذا الفلتر ده لازم تنظفه كل شهر مرة تشيك علي وتغسل دي على الحوط وترجع التركيبها تاني مرة لولي اتبع عليها دهون وزيود تغيرها دي مهمة جدا دي السيان الدورية لكن هنا بقى ضعف التلجاية او حجم التلجاية بيكون صغير بسبب ان المياه مقصة طبعا بيكون فيه فلتر والفلتر ده حيانا بيكون فيه مشكلة او مشكلة في الضغوط بتاعت الفلاتر وحاجة زيانة مياه او كمية مياه يعني وتفضيها هنا وتفضيها في المكان ده تمام وتفضيها في المكان ده وتبدأ تشغل لما تشغل لو لديت حبيت التلجاية بيت كويسة تمام خلاص تعرف ان ده مشكلة نقص المياه طبعا هنا ايسميكر ده ايسميكر ده مش من المستوى المياه ومش من نظام اللي هو عليه عوام لا ده اوفر فلو يعني فايز المياه تخش وبعدين ليه هليب المعين وتكوب بعد كده عصر وبعد كده الطيمر هو اللي بيغير نظريت بيغير عمل الايسميكر من التسخيل لتبريد او العكس فهنا المشكلة تنقص المياه بتكون من مشاكل الدائمة يعني هتدعوري ان شاء الله تمام لازم تشوف ان الغشاشات شغالة زي كده طيب انت اكملت المياه ولقيت ان ما زلت كمية الكلد او حجم الكلد او حجم الكلد نازل ضعيد بتشوف بقى الفلتر ده خلاص برضو شفته بيبقى بقى ما عندك مشكلة في المروحة اللي هنا التبريد او التهوية او ضعف الكومبروسر او الفريون او الحجارة التانية دي قول لها لكن في البداية بيكون مقص بمياه خاصة لو الايسميكر ليه تمن شهور او حجم الكلد